أنا جايز حابة أننا هنتكلم عن تربية البنات أتكلم عن فترة المراهقة عند البنات جايز كلامي حيمس كتير من الأمهات البنت في مرحلة المراهقة بيبع عندها مشكلة كبيرة جدا إنها عايزة تحس أو في المرحلة الانتقالية ما بين أنا طفلة صويرة بلعب بالعرايس وبلعب مع أخواتي وبلعب مع زميلي البنات لمرحلة أنا بتنقل إن أنا حاسة إن أنا لأ بقيت هنقول إيه إمرأة أو بقيت فتاة أنا طولت ابتدت تظهر بعض التغيرات على الجسم التغيرات الفيسيولوجية ابتدت البنت تاخد الشكل الخارجي بتاع المرأة السغنونة بنتك في المرحلة دي مرحلة أساسية ومرحلة عمرية هتأثر عليها في حياتها كلها هي دي اللي بتعمل شخصيتها هل هي هتبقى هنقول إيه كبداية إنسانة وثقة من نفسها في التعامل مع زميلها في شغلها ولا لا هل هي هيبقى عندها ثقة في نفسها وهي بتتعمل حتى مع شركها المستقبلي ابتداء من إنها تقدر تختاره وتختاره بعناية إحنا مهما عملنا أو فرضنا على بناتنا من رقابة أو من محظورات أو من تدقيق في اختيار شريك الحياة محدش هيقدر يختاره دا هي هل أنا أقدر أساعدها وخطي لها المعايير اللي المفروض تختار بيها جزء المستقبلي أو شريك حياتها اللي أنت ما تعرفيهوش إن إحنا كأمهات وكأباء ممكن نكون مسؤولين عن فشل زجاج بناتنا بعد كده مش عشان تدخلنا في حياتهم لأ إن أنا معلمتهاش أنا معلمتش بنتي إزاي تختاري شريك حياتك إزاي تختاري البني آدم اللي هتكملي معاه إيه هي المعايير والمواصفات اللي المفروض أختارها في الإنسان اللي أنا هنطبط بيه هل أنا المفروض أحط له أي كلمة حلوة أو أي بني آدم أو أي حد يخبط على الباب وأسمع منه كلمة حلوة أو أسمع منه كلمة إعجاب هو دا الإنسان المناسب اللي أقدر أكمل معايا بقيت حياتي ولا لا هل هو دا اللي المفروض إن أنا أعيش معاه العمر كله أكيد لا مقارنتي أو نموذج الأب الموجودة عندي في البيت أدي إيه هو بيتعامل معايا أدي إيه بشوفه بيتعامل مع الأم الإقصادي دي الصورة اللي بتتحط دايما يعني أنا دايما من حكم شغلي كطبيبة أمراض نسا أولادة بسمع كلمة جميلة قوي من البنات طب أنا بابا ما كانش بيعمل كده وبسمحة من الزوج محنا شوفنا أبهاتنا أو أنا والدي في البيت كان بيتعامل مع أمي كده علاقتنا ببعض كأم وكأب بتأثر على نجاح واستقرار الحياة اللي ولادنا بيعيشوها والأهم من كده أن ساعات كتير مثلا بتبقى عندي اتنين لسه في بداية جوازهم ولاقي الأم أو الحمى بغض النظر تدخلها في حياتهم بصورة لا كبيرة بتأثر على استقرار الحياة أنها ساعات كتير ببقى عارفة أن الزوجين دول أو الولد والبنت دول علاقتهم مع بعض مش هتكمل أو هيحصل فيها خلافات أو مشاكل كتير بسبب تدخل الأم أو الحمى في الحياة بسبب النصايح الغلط اللي ممكن بتتقلهم فترة المراهقة وتشكيل حياة البنت وإزاي هي تقدر تعتمد على نفسها مسؤوليتنا إحنا كأباء وكأمهات بلاش تخليهم أو بلاش تخلي بنتك تعرف أي حاجة بطريق غلط ومتخلاش تعرف أي حاجة عن طريق صحبتها أو عن طريق المدرسة أو عن طريق حتى الإنترنت والسوشيال ميديا والجروبات اللي هنقول بتدي معلومات بصورة مختلفة بصي على الأكاونت أو البروفايل بتاع بنتك شوفي مين صحابها بصي على البوستات رأبيها اللي هي بتنزلها شوفي الصفحات اللي هي عاملالها متابعة الجروبس اللي هي دخلة فيها اشتريكي فيها واعرفي هم بيقولوا إيه ما تتبيهاش لوحدها مش هقول للرقابة اللي تبقى مية في المية لكن هنقول إيه الرقابة اللي من برة من غير ما هي تحس استقرار الأسرة واستقرار المجتمع بيبدأ من تربيتنا ودايما بنقول كلمة حكمة لو عايزة تعرفي أخلاق جزبنتك بصي على خاله متربي إزاي؟ إن هو متربي زي ما أمه شافت أخوها كان بتربيه أتمنى ليكو كلكو حياة سعيدة وفاصل صغير قد كده وراجعلكو تاني على دور ترجمة نانسي قنقر